في العاصمة المؤقتة عدن تستمر عملية تفكيك الشرعية وإضعافها على قدم وساقة برعاية إماراتية وتواطئ سعودي كما يبدو قرارات المجلس الانتقالي التي اتخذها قبل أيام مثلت خطوات إضافية في طريق مشروع التشطير الذي وضعه الانتقالي نصب عينيه منذ اليوم الأول لانخراطه تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي المجلس الرئاسي الذي أصبح تدريجيا جسرا لتمرير مشروع الانفصال الذي تشرف عليه وتموله أبو ظبي وتضع كل الإمكانات لإنجاحه بالرغم من تناقضه مع التزامات وضمنات للرياض تجاه الشرعية ووحدة التراب اليمني عيدروس الزبيدي الذي يعمل نهارا عضوا في مجلس القيادة الرئاسي أصدر قبل ليال قرارا بتوسيع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لتضم إلى جانبه اثنين من أعضاء مجلس القيادة السلافي المقرب من الرياض أبو ظرع المحرمي واللواء فرج البحسني الانتقالي أقر أيضا ما سماه الميثاق الوطني جنوبيه ليكون أشبه بخارطة طريق لمشروع الانفصال الذي يسابق الانتقالي الزمن لفرضه مستغلا حالة لا موقف من القوى اليمنية التي دخلت مرحلة السكون منذ تشكيل مجلس القيادة وحتى اللحظة لم يصدر أي موقف من قبل مجلس القيادة أو الرياض تجاه هذه الإجراءات والقرارات التي فرضها عيدروس الزبيدي ومجلسه في عدن العاصمة المؤقتة التي تشهد استقطابا مستمرا لصالح مشروع الانفصال وفي ظل حالة الالتباس السياسي الذي تعيشه البلاد تتكاثر الأسئلة في الأذهان حول موقف القوى اليمنية الحية وفي مقدمتها الأحزاب من تلك القرارات التي اتخذها المجلس الانتقالي وما إذا كانت قادرة على اتخاذ موقف في مرحلة لا تحتمل المزيد من الصمت والمواربة ترجمة نانسي قنقر